السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اللغة العربية للصف الخامس با درسنا اليوم بعنواني أنقذوا الأرض سأقوم أولا بقراءة الدرس ومن ثم سأتعرف إلى معاني المفردات والتركيب الجديدة وإلى أهم الأفكار التي وردت في هذا الدرس أنقذوا الأرض وقفت الطفلة سيبران في مؤتمر بنظمة البيئة والطفل وقالت أمام الحاضرين جئت اليوم لأخبركم أيها البالغون أن عليكم تغيير نهجكم أنا هنا أتحدث نيابة عن كل الأجيال القادمة أتحدث نيابة عن الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت إذ أنه لم يعد لديها مكان لتعيش فيه أخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون أخاف أن أتنفس الهواء لأنني لا أعلم المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيه لقد كنت أسير مع والدي منذ بضع سنوات على شاطئ البحر فوجدنا سمكة ملقاة على الشاطئ نسمع عن الحيوانات والنباتات التي تنقرد كل يوم وتختفي إلى الأبد نسمع أصوات الحيوانات البرية في الأدغال والغابات المليئة بالطيور والفراشات لكنني الآن أتساءل هل ستظل هذه الأشياء موجودة كي يراها أبنائي؟ هل تعرفون كيف يمكن أن تعالجوا ثقوب طبقة الأوزون؟ هل تعرفون كيف تعيدون هذه الحيوانات المنقردة؟ وهل يمكنكم أن تعيدوا الغابات التي قطعتم أشجارها وجعلتم منها صحراء؟ إذا كنتم لا تعرفون كيفية إصلاحها فتوقفوا عن قطعها علينا أن نعمل معا نحو هدف واحد فإذا أنفقت كل الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين حول العالم فستصبح هذه الأرض مكان رائع لبني الإنسان نتعلم في المدرسة أو في روضة الأطفال كيف نتصرف في هذا العالم نتعلم أن نتعاون وأن يحترم بعضنا بعضا وأن لا نؤذي المخلوقات الأخرى ابحثوا عن حلول لإنقاذ كوكبنا واجعلوا أفعالكم تؤكد أقوالكم إذن درسنا اليوم يتحدث عن طفلة وقفت مخاطبة الحاضرين في مؤتمر منظمة البيئة والطفل ترى ماذا تريد هذه الطفلة من هؤلاء الحاضرين الآن سنبدأ بشرح الدرس لنرى ماذا قالت الطفلة وماذا طلبت من هؤلاء الأشخاص وقفت الطفلة سيفرين في مؤتمر منظمة البيئة والطفل وقالت أمام الحاضرين جئت اليوم لأخبركم أيها البالغون أن عليكم تغيير نهجكم إذن في مؤتمر منظمة البيئة والطفل أرادت الطفلة سيفرين أن تعبر عن رأيها وأن ترشد الحاضرين أي الأشخاص الذين قاموا بحضور هذا المؤتمر فقالت أنا اليوم جئت لأخبركم أيها البالغون أي أيها العاقلون الراشدون أن عليكم تغيير نهجكم إذن طلبت الطفلة من العاقلين والراشدين تغيير نهجهم ما معنى نهج وهي الطريقة إذن تريد الطفلة أن يغير الحاضرون طريقتهم في التعامل مع هذا العالم أكيد يا خامس الذين يقومون بحضور هذا المؤتمر هم شخصيات مهمة وفاعلة في العالم وفي الكون فهذه الفتاة طلبت أن يغيروا هذه الطريقة في التعامل مع الكون لماذا طلبت هذا الطلب؟ سنتعرف الآن من هذه الطفلة وماذا تفعل في هذا المؤتمر؟ هنا السؤال من هذه الطفلة؟ أنا هنا أتحدث نيابة عن كل الأجيال القادمة أتحدث نيابة عن الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت إذن الطفلة سيدرين هنا في المؤتمر هي ممثلة عن الأجيال التي ستأتي إذن الطفلة ممثلة نيابة أي ممثلة عن أو بدلا عن الأجيال القادمة وهي أيضا بدلا عن الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت ترى لماذا تموت هذه الحيوانات؟ إذ أنه لم يعد لديها مكان لتعيش فيه إذن سبب موت هذه الحيوانات بأعداد كبيرة لا تعد ولا تحصى لأنه لم يعد لديها مكان يناسبها مكان تعيش فيه هذه الحيوانات لكي يتلاءم مع طبيعتهم إذن الطفلة وقفت متحدثة باسم الأجيال القادمة وباسم الحيوانات التي تموت بأعداد كبيرة كيف يعني نيابة عن أو ممثلة عن؟ مثلا يا خامس أنتوا كصف خامس با أردتوا تأجلوا امتحان اللغة العربية بهل بصير أنه كل الصف يحكي مرة واحدة؟ لا هيك صوتكم ما بوصل صوتكم ما بنسمع فشو لازم؟ روح بتختاروا كلكم فتاة واحدة أو شخص واحد لحتى يحكي باسمكم ووصل كل الأفكار لأنتوا بيتكم إياها وكذلك حدث مع الطفلة فالطفلة في هذا المؤتمر مؤتمر منظمة البيئة والطفل أرادت أن تتحدث نيابة عن الأجيال التي ستأتي وعن الحيوانات التي تموت بأعداد لا تعد ولا تحصى أبدا تقول الفتاة أو الطفلة أخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون طبقة الأوزون هي مثل غلاف غازي ذو لون أزرق يحيط بالغلاف الجوي للكرة الأرضية هذا الغلاف أو هذه الطبقة تمنع تشرب الغازات السامة وأشعة الشمس الضارة من خارج الكرة الأرضية يعني من الكون إلى الكرة الأرضية نفسها فهذا الغلاف أو هذه الطبقة وجد بها ثقب هذا الثقب يسمح بتسريب الغازات وأشعة الشمس الضارة المؤذية لجسم الإنسان فالطفلة هنا تخاف الظهور أو التعرض لأشعة الشمس بسبب هذا الثقب الموجود وتخاف أيضا أن تتنفس الهواء لماذا تخاف الطفلة أن تتنفس الهواء؟ لأنها لا تعلم عن كمية المواد الكيميائية والمواد الضارة التي سوف تستنشقها من هذا الهواء فإذن الغاز وجد به ثقب هذا الثقب يعمل على تسريب المواد الضارة إلى داخل الأرض مما يعمل على تدمير صحة الإنسان فالفتاة هنا أو الطفلة سيفرين تعترض نيابة عن الأجيال القادمة نيابة عن الحيوانات التي تموت بكثرة لماذا تموت هذه الحيوانات بكثرة؟ لأنها لا تجد مكان تعيش فيه لا تجد هذه الحيوانات مكان يلائمها مكان أو مأوى يناسب أو يجعل هذه الحيوانات تتكيف معه فهي ترفض الظهور لأشعة الشمس وترفض استنشاق وتنفس الهواء بسبب تلك الثقوب الموجودة في طبقة الأزون والتي تعمل على تسريب المواد الكيميائية الضارة الموجودة خارج الكون إذن الفكرة هنا وقوف الطفلة في مؤتمر منظمة البيئة والطفل فهي تتحدث عن المشكلات التي ستواجهها الأجيال القادمة والحيوانات الآن سنستمع إلى قصة تروية هذه الطفلة للحاضرين في المؤتمر لقد كنت أسير مع والدي منذ بضع سنوات على شاطئ البحر فوجدنا سمكة ملقاة على الشاطئ إذن في أثناء سير هذه الطفلة مع والدها على شاطئ البحر وجدت سمكة ملقاة على الشاطئ سمكة مرمية فهي سمكة أصابها الموت نسمع عن الحيوانات والنباتات التي تنقرد كل يوم وتختفي إلى الأبد نعرف كثير من الحيوانات والنباتات التي انقردت أي تفنى سلالتها أو جنسها مثلا الدينوسورات قديما نسمع أنه كان تعيش على هذه الكرة الأرضية حيوانات تدعى الدينوسور هل هي موجودة الآن؟ لا بل انقردت أي اختفت نهائيا عن وجه الأرض نسمع أصوات الحيوانات البرية في الأدغال والغابات المليئة بالطيور والفراشات هنا الفتاة أو الطفلة تصف ما تسمعه فهي تسمع عن الحيوانات والنباتات التي تنقرد نهائيا وتختفي إلى الأبد تسمع أصوات الحيوانات البرية في الأدغال الأدغال أراض واسعة شجرها كثير وملتف والغابات المليئة بالطيور والفراشات الفتاة هنا تتساءل هل ستظل هذه الأشياء موجودة كي يراها أبنائي؟ الهيئ سيرى أبنائها أعتذر أبناؤها تلك الأسماك الملقطية على الأرض أو على شاطئ البحر فهي من صنع الإنسان هذا الإنسان الذي دمر وخرب الحياة هل سيسمع أبناء هذه الطفلة عن الحيوانات والنباتات التي انقردت؟ هل ستبقى أصوات الحيوانات البرية في هذه الأراضي الواسعة؟ هل ستبقى الغابات مليئة بالطيور والفراشات؟ الآن تسأل الفتاة الحاضرين هل تعرفون كيف يمكن أن تعالجوا ثقوبة طبقة الأزون؟ فالثقب يا خامس أو الثقب في طبقة الأزون يسبب مشكلات كثيرة تصل إلى موت الكائنات جميعها من حيوانات ونباتات وبشر فهي تسأل هل تعرفون كيف تعيدون هذه الحيوانات المقردة؟ هل يستطيع الإنسان أن يعيد الحيوانات التي انقردت والتي اختفت سلالتها وجنسها؟ هل يمكنكم أن تعيدوا الغابات التي قطعتم أشجارها وجعلتم منها صحراء؟ نسمع كثيرا عن أشخاص يقومون بقتل الأشجار أشخاص يقومون بتخريب الغابات ويجعل من هذه الغابات مكان خال من الهواء النقي خال من الجمال فكأنها صحراء إذا كنتم لا تعرفون كيفية إصلاحها فتوقفوا عن قطعها إذن تطلب هنا الطفلة من الحاضرين أو من البشر الذين يقومون بقطع الغابات ونحن نعلم ما مدى أهمية الغابات فالغابات هي مأوى للحيوانات فقطع الغابات وهدمها يتسبب في عدم وجود الحيوانات مأوى لها فقد ينتج عن ذلك ماذا؟ انقراض لهذه الحيوانات لأن الحيوانات سوف تموت لأنها لا تجد كل مكان لتعيش فيه وإذا لم تجد الحيوانات مكان لتعيش فيه وتنمو وتكبر في هذا المكان وتتناول الطعام لا محال سيكون مصيرها الموت والانقراض نهائيا فالفتاة هنا تقول إذا لا تستطيعون إعادة الحيوانات المنقرضة إذا لا تستطيعون إعادة الأشجار التي قمت بقطعها إذن فلتتوقفوا الآن عن القطع نهائيا توقفوا عن قطع الأشجار نحن نعلم يا خامس أن الأشجار تعطينا الأكسجين الأكسجين الذي يحتاجه جميع المخلوقات من نباتات وحيوانات والإنسان فالأكسجين يقلل من المواد الضارة والهواء المؤذي الذي يدخل عبر طبقة الأوزون فتخيلوا أنه إحنا لدينا طبقة الأوزون فيها خلل فيها ثقب يقوم بتسريب الهواء الفاسد ويأتي الإنسان لقطع الأشجار يعني بمع الأكسجين فهواء فاسد وتحت لا يوجد لدينا حماية أكيد راح ننضر جميعا إذن في هذه الفقرة تصف الطفلة الأضرار التي تنشأ من سوء تصرف البشر إذن قيام البشر بقطع الأشجار مع وجود الثقب في طبقة الأوزون ثقب طبقة الأوزون يتوسع ويكبر كيف من خلال الغازات أيضا الضارة من المصانع ومن السيارات ومن الآلات فهذه الغازات الضارة أيضا تعمل على توسيع ثقب الأوزون مما يزيد دخول الغازات السامة من الكون إلى الكرة الأرضية ومع قطع الغابات إن عدم الأكسجين نهائيا فلذلك تنقرد الحيوانات وتنقرد النباتات ويصبح الإنسان معرض للموت في أي لحظة في الفقرة الثالثة تبدأ الآن الفتاة بتوجيه نصائح لأولئك الحاضرين فتقول علينا أن نعمل معا نحو هدف واحد إذن تدعو الطفلة الجميع إلى التعاون والعمل لهدف واحد فتقول إذا أنفقت كل الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين حول العالم فستصبح هذه الأرض مكانا رائعا لبني الإنسان الدهية الخامس عندنا حروب وعندنا مشاكل حولنا طلعي حوليك وين مكان عندنا حروب وين مكان عندنا مشاكل الحروب عندما تفتعل لا تفتعل من فراغ والأدوات التي تستخدم ليست أدوات بدائية بل أدوات جدا حديثة من دبابات من أسلحة فكل ذلك يحتاج إلى مبالغ مالية عالية ومكلفة جدا فالفتاة هنا تقترح الطفلة الصغيرة تلك تفكر بأن لو هذه الأموال التي ننفقها على الأسلحة وعلى الرصاص وعلى تدمير البشر فالبشر يدمر البشر لو تم جمع هذه الأموال وإنفاقها أين؟ في مشكلات البيئة إنفاقها للفقر إنفاقها على المجاعة إنفاقها على الأطفال الذين يشردون في الشوارع ماذا سيصبح العالم؟ سيصبح مكانا رائعا لبني الإنسان تخيلي يا خامس لو توقفت الحروب وبدأنا بجمع الأموال الهائلة من الدول وننفقها للناس أو للأشخاص الفقراء للأطفال المشردين نقوم مثلا بعمل دور رعاية ننفقها على زراعة الأشجار على زراعة النباتات نحن هنا نحافظ على البيئة فتصبح الكرة الأراضية هي مكان يحتوي الإنسان ويحتوي الحيوانات ويحتوي النباتات فإذا هنا تدعو الطفلة سيفرين جميع البشر ليس فقط من في المؤتمر بل جميع البشر على التعاون لصنع هدف لمصلحة الكرة الأرضية فالكرة الأرضية هي التي يعيش فيها الحيوانات والنباتات والإنسان فلماذا لا ننفق الأموال على المشكلات البيئية مثلا المصانع عم بتطلع دخان بكمية جدا كبيرة ومؤذية نفايات المصانع نفايات البيوت لماذا لا نقوم بابتكار مثلا فلاتر للدخان نقوم بابتكار أماكن توضع فيها توضع فيها هذه القمامة التي تتسبب بأذى للأزون تسبب بأذى من الحيوانات والنباتات والإنسان ماذا لو حدث ذلك؟ نتعلم في المدرسة أو في الروضة كيف نتصرف في هذا العالم مثل ما هلأ أنتم تتعلمون أنه إحنا لازم نحترم بعض لازم أنت ما تأذي زميلك ما تأذي جارك ما تأذي أي شخص في الشارع بدون سبب ولا حتى مع سبب في عنا كتير طرق لحتى إحنا نتفاهم مع الآخرين غير إننا نأذيهم غير إننا نضربهم غير إننا نسيلة لهم إحنا تعلمنا أنه نتعاون إننا نحترم بعض عدم إذاء الأشخاص نهائيا أي مخلوق حتى حيوان ممنوع تضربه ممنوع تأذيه النباتات ممنوع تقطعها بدون سبب بدون حاجة فلماذا لا يتعاون العالم بأكمله في هذه القضايا لماذا فقط نتعلم هذا الشيء في المدارس وعند خروجنا من المدرسة ننسى كل شيء تعلمناه ابحث عن حلول لإنقاذ كوكبنا ابحثوا عن حلول لإنقاذ كوكبنا هنا تدعو الفتاة وبشدة بأنه يجب أن نتعاون لنجد حلول لحتى ننقذ الكرة الأرضية ومش بس ننقذها بالحقيق كل واحد يطلع ويحكي فكرة لا لازم إحنا نفعل فالأفعال هي التي تثبت الأقوال لا داعي لأن تبقى تقول سأفعل كذا وكذا وكذا ولدي اقتراح لا قم وفعل لكي تحقق الحلول التي تقولها إذن في هذه الفقرة معنى المجاعة نقص الطعام وانعدامه المشرد من لا مأوى له للعيش فيه الأفكار هنا طلب الطفلة أن نعمل معا لإيجاد حلول لمشكلات البيئة والفقر والمجاعة لتصبح الأرض مكانا رائعا للإنسان التعاون والاحترام وعدم إيذاء الآخرين سلوكات تجعل الحياة أفضل وطلب الطفلة أن تكون الأفعال تؤكد الأقوال إذن هدف وجود الطفلة في مؤتمر منظمة البيئة والطفل هي دعوة الجميع للمحافظة على الكرة الأرضية وإيقاف العنف ضد الغابات وضد الحيوانات وضد طبقة الأوزون والعمل على إصلاح هذه المشكلات يعطيكم العافية خامس